دي كلها حاجات كويسة جداً انا ربتكلم على مباراة الاهلي امبارح مع مازينبي لو سألتكم على مان اوف زاماتش والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة ناس كتيرة امبارح في المدرجات كانت متفقى على فكرة ان اكرم توفيق مان اوف زاماتش اكرم توفيق انقذ الاهلي من هدف محقق شال القرى من على الخط المرمى اكتر لاعب استخرص كورة في وسط الملعب استخلاص الكورة بالمعنى البروفيشنال بدون اي فاول وبدون اي انذار والهدف التالت اللي انجز المباراة وخلص المباراة ده اللعيب اللي تقدر تقول عليه مهما بعيد او جاي من بعيد اكرم توفيق الراجل اللعيب تقدر تعتمد عليه من تاني احمد عبدالقادر من تاني محمود متولي لعب شوت في ملعب مازينبي وانبارح نزل بديل انا ليه اعايز اخص التلاتة تحديداً لان الفترة الاخيرة ودائماً هعيد وزيد في نفس الكلام طول ما في ناس متربصة بالنادي الاهلي هتستنى نتيجة سلبية عشان تطلع الاخبار السلبية انا هفضل عيد وزيد في الموضوع ده عشان جمهوري النادي الاهلي يبدأ يفلطر ويعرف مين اللي بيشتغل اعلان بجد انا مش اقول ضد ولا معه بس اللي بيشتغل اعلان بجد واللي بيحاول يعمل شغلها مباقة على الهواء فجأة مباراة الزمالك اتحطت في توقيت غلط والاهلي رايح يلعب مازمبي ودي مش اول مرة دي للمرة التالتة اول ربعة كل ما الاهلي كنا عنده مباراة مهمة في دورة ابطال افريقية تلاقي دارة المسابات حطت مباريات صعبة في توقيتات صعبة للاهلي مباراة الزمالك مؤجلة مرتين ثلاثة يوم بتتحطت حتى قبل السفر الى سيمي فاينال دورة ابطال افريقية فالمدير الفني مش هيبقى عارف يلعب ازاي يحضر لمازمبي البطول الافريقية اهم يتمرى من الدوري ولا يفكر في ماتش الزمالك خلصت المباراة احداثها بنتيجتها وخسر الاهلي اللقاء بفعل فعل اه الاهلي مكانش كويس بس برضو كانت فيه ازباب قدت للخسارة على طول بقى الناس كتجاهزة الناحية التانية بالارقام السلبية بالاخبار السلبية عشرين تلاتين خبر في ليلة واحدة جي الاهلي اتعادل مع مازمبي في الكنهو شيل الاخبار يا عم خلاص زال الاهلي اتعادل مع مازمبي استنى ماتش العودة كاسم الاهلي وصل في منل لا اجل الكلام شوية في تربص بالنادي الاهلي في تربص بلعب النادي الاهلي في تربص بالجهاز الفنل للنادي الاهلي دي كرة اقرام طوفين بير الكرة دي كانت لقطة محورية مش هي لعبة الفارباس ده الكرة دي بالذات كانت لقطة محورية كانت ممكن تقلب مجريات المباراة اول دقيقة في الشوت التاني عارفيني يعني ايه اخطر وقت في اي مباراة نهاية الشوت الاول او بداية الشوت التاني او نهاية الشوت التاني اخطر وقت ممكن تفرد اسلوبك وسيطرتك على اللقاء لعبة زي دي اكرم توفيق تواجد في المكان المناسب انقذ الكورة رغم انه بيلعب في مركز ستة يعني ممكن يكونوا على مركز مثلا او على السكس يارضة مش على خط المرمى ولكن قدى دوره بشكل ممتاز قدى دوره بشكل ممتاز نرجع لفكرة التربص اللي بيحصل مع النادي الاهلي وجن جزء من التربص الكلام على اكرم توفيق ماشي من النادي الاهلي محمود متولي ماشي من النادي الاهلي احمد عبدالقادر ماشي من النادي الاهلي وانا فاكر وقتها والله من ثلاث شهور قلت جماعة كرة القدم فيها متغيرات كتيرة جدا لعب ممكن يقعد سنة كاملة ما يلعبش لظروف اصابة وظروف فنية تيجي تعتمد عليه في مباراة مصرية ومهمة جدا يكون هو ما نقف زمتش اكيد المدير الفن مشاهه القرار بما شاينه الناس لازم تتعلم ونازم يكون عندها خبرات الا بقى لو انت متربص وده اللي هيبني الفترة الجاية مين المتربص ومين اللي بيتكلم للصالح العام انا مش هقولك دافع عن الالف الصحة والغلط ولكن لما تقدم مادة اعلامية للناس لازم تقدم مادة اعلامية مهنية خدوا بالكوا كمان بعد ماتش مبارح لسه في ناس متربصة ازاي عمر السلية وارد ان يكون خارج زعلان من اداءه واللعبة دي جماعة ما تتعاملوش معها لانها الات بني ادم بيحس بيتفرج عارف امكانياته عارف قدراته حس ان هو قده ولا ما قداش ليه دايما تاخد في سكة ان عمر السلية خارج زعلان ما يمكن زعلان مثلا من نفسه زعلان هو كان لازم يكون ليه ضروق مثلا افضل من كده في المباراة وعايز تثبت صحة كلامي او خطأ كلامي بص على المباراة او بص على الصور بعد المباراة اللي زعلان من التغيير هيروح يهني زملائه ويبقى فرحان معاهم بالنتيجة والتأهل ما هو زعلان انه تغير لكن ممكن عشان هو زعلان من نفسه ومن اداءه احتفل مع زميله قرنوا وشوفوا لعيب لما بيخرجوا هو زعلان من تغيير ولعيب هو زعلان من نفسه عشان الناس اللي بتصدر لك صور بتحول انت خارج مباراة عامل سنفونية وترطاية حلوة لازم يترمى عليه شوية التراب ما فيه ناس قاعدة عشان كده ترمى عليه شوية التراب عمر السلية لعيب ومايستر في وسط الملعب عمر السلية خرج الناس كلها مباراة لقطت فيديو ايه اللي عمله ده ازاي حصل ده سابه الماتش كله باحداثه لعيب يا جماعة لعيب بيحس وبيفهم وبيتفرج ولعيب كورة وعمر السلية لعيب لمساته عمر السلية لعيب لمساته جميلة احنا بنطلق عليه مايستر وسط الملعب لما يطلع وهو حاس انه مقداش بشكل كويس ليه حق انه يزعل فيه لايحة في النادي ده شيء مسلم به والاهل النادي الوحيد اللي بيعلم لما بيكون فيه كرار زي ده بيتكلم عليه الامر التاني محمد عبد المنعم هل حد سأل هل في فيديو لو محمد عبد المنعم بيحتفل بالشكل الانبارح حبي اللي البعض يصوره هي صورة اطلقتت من مصور في المباراة ومحمد عبد المنعم اشتكى من كدمة قوية جدا في الفغد نتيجة استضام لاعب من مازمبي باللستارز في رجلي وحصل جرح في هذا المكان بقى عبد المنعم لما احتفل بالهدف عمل ايه راح للجمهور فكرنا باحتفالات الالف 2013 تريكا وجمعة واللعيبة اللي راحت مع جمهور الالف 2013 لما احتفل بدورة عبطال افريقيا على اورلاندو بايرتز منهم عمل نفس المشهد مبارح بعد ما رجع وبعد الاحتفالية بيتطمل انه حس من الجاري رجليه في حاجة الناس خدت الصورة وعملوا عليها فيلم هندي وإيه الاحتفال ده انت دخلت في نيته انت سألت الجهاز الطبي سألت الجهاز الفني عرفت عنده ايه لا هو التربص بالاهلي يسيب المكسب بسلاسية على مازمبي تبتلاعي مازمبي هنا في القاهرة كسبانه تلاتة سانداونز اتغلب من مازمبي في مازمبي الزمالك كله نتائجه سلبية مع مازمبي الاهل الوحيد نتائجه وجبية مع مازمبي سابوا كل ده ومسكين في لاطة السلية وصورة لمحمد عبد المنعم لا الكلام اللي تقال هنا صح ولا الكلام اللي تقال هنا صح بس هو الهدف انك ترمي ترمي بس ايه تراب على الترطاية مكسب مهم وتأهل تاريخي وزي ما قلت لحضراتكم هو دايما بيبقى فيه سكريبت كده لازم بيتحض لو فيه خسارة بيطلع بالشكل ده لو فيه مكسب بتدور على لاطة او بتدور على صورة طيب عندي كلام كتير على التحكيم على مباراة مبارح والتأهل لمواجد الترجي ولكن محتاجين نبص لللي جاي اتأهلنا لنهاية دور الأبطال من النهاردة لغاية 18 مايو لقاء الزهاف في رادس هل الفترة دي هيبقى فيه مباراة في الدوري؟ اه فيه اربع مباراة في الدوري اول مباراة هتكون يوم الأربع اللي جاي في برج العرب مع فريق الإسماعيل كل التفاصيل هنعرفها دلوقتي من خلال زمي الناس